في أي حال دعني أتحدث إلى النائب أنتوان حبشي من كتلة الجمهورية القوية لمعرفة رأيه بهذه الجلسة النيابية وما أفرزته من نتائج خصوصا أن حزب القوات اللبنانية هو شكل نواة صلبة للتقاطع الذي دعم ترشيح جهاد أزعور أهلا بك أستاذ أنتوان بهذه النشرة يعني كيف تقرؤون صورة نتيجة هذه الجلسة الانتخابية هل تعتبرون أنكم حققتم انتصارا ديمقراطيا لأن الفريق الآخر ثنائي أمل حزب الله يقول أنكم تفاجأتم بالنتيجة وكنتم تتوقعون أن يحزد أزعور ما فوق 60-62 صوتا لمصلحته يهون قراءة الغيب واليوم زادوا وهميا انتصارا على انتصاراتهم الوهمية التي أدت بلبنان إلى الدرك الاجتماعي والاقتصادي والمالي والعزل على المستوى الاقليمي والدولي وبالتالي دعيني أقول الانتصار الحقيقي هو أن خريطة مجلس النواب أظهرت وبشكل واضح أنه هناك رفض للمرشح الذي يفرضونه على بقية اللبنانيين وفي وقت كانوا يعتبرون أن ترشيح جهاد أزعور هو ترشيح غير جدي وترشيح وهمي مع كل الضغط الذي يملكونه ومع كل قوة سلاح الدولة داخل الدولة تبين أن ترشيحهم غير جدي إذا كنت أريد أن أقوم بقراءة ما فأنني أقول وبشكل جد بسيط أن هناك إجماع مسيحي للأسف نتمنى أن يكون دائماً الإجماع لبناني هناك إجماع مسيحي كبير على رفض ما يريد فرضه الثناء الشيعي ولذلك سأتوجه بعدك رسائل أولاً أنني أتوجه برسائل إلى النواب الذين تم انتخابهم على أساس أن يتم إخراج لبنان من أزمته لأقول لهم لبنان الجديد لا يخرج كلمة لبنان الجديد لا تجدد لبنان ولا تخرجه من أزمته أنت تقصد النواب الذين انتخبوا شعار لبنان الجديد؟ هؤلاء تحدثنا مع أحدهم وقالنا لأننا نريد أن يكون هناك جو توافقي هل بعد هذه الجلسة سنتجه إلى جو توافقي إلى حوار معين؟ لأنه بيّن أنه لا يستطيع أي فريق أن يأتي بمرشح على ماذا يستطيع فريق أن يأتي بمرشح؟ ودعيني أشرح كيف؟ التوافق على ماذا؟ إذا سقفوا توافقهم والتوافق على مرشحهم عن أي توافق يتكلمون؟ وهذا سأثبته لك في طريقة إدارة الجلسة لأنه ما هو أهم اليوم ما هو أهم من عد الأصوات وأكيد عد الأصوات فيه انتصار كبير أنا أريد أن أوجه رسالتي أولا إلى الذين ترافقنا معهم منذ 2005 في تحرير لبنان وفي استعادته اليوم نحن مدعوين لتحرير لبنان بالمعنى السياسي أكثر من أي وقت مضى لنسمح ببناء الدولة لأن منطقة دبيلة كان واضحا في طريقة إدارة الجلسة وهذا ما سأشرحه خلال لحظة أما الرسالة الثانية فهي إلى الثناء الشيعي وأنا نائب عن بعلبك الهرمل وأمثل أصوات شيعية أفتخر بها وأعرف أنهم يعانون من الدرك الاقتصادي الاجتماعي أكثر من أي أحد آخر حتى من انتخبهم يعاني من الوضع الاقتصادي الاجتماعي إنني أقول لهم أنا الأوان للنزول أو للتفلت من التعنت ولفرض الرأي لم يعود لفرض الرأي من مكان وهذا ما لحظناه اليوم في الجلسة إدارة مجلس للنواب إذا كان سيكون هكذا صورة لبنان الدولة الذين يريدونه فنحن لا نتشارك معهم هذا اللبنان أولا تم عد الأوراق التي احتسبت 127 ورقة ما كان يضير رئيس المجلس لو تم إعادة فرز 128 لعدم ترك أي مجال للشك ولكن العيش في الشك وفي الانتصارات الوهمية هو اقتصاص ثقافي أريد أن أذهب أبعد من ذلك هناك نواب يعترضون أو يطلبون إعادة الفرز لقد ألغوا التيار الكهربائي عن ميكروفونات النواب لماذا؟ لأنهم لا يريدون سمع أي صوت آخر لا يأبهون بالديمقراطية ولا يأبهون برأي الآخر وما تصرفهم بإلغاء صوت النائب الذي يريد أن يطالب بإعادة فرز الأصوات إلا دليل على منطق الدولة التي لا يمكنها أن تقبل بأي رأي خارج عن رأيها اليوم أثبتت الجلسة أن الرأي الأغلبي لا يريد مرشحهم اليوم أثبتت الجلسة أنهم لا يقرؤون لا يمكنهم أن يقرؤوا النيات ولا يجب أن يلعبوا دور الله فالمرشح الذي أخذ جهاد أزعور الذي أخذ أصوات أكثر من مرشحهم هو دليل على أنه مرشح أكثر من جدي فليتفضلوا إلى الحدود اللبنانية وليفكروا بالشعب اللبناني وليكفوا عن المكابرة لأن المكابرة لن تؤدي إلى أي نتيجة لن يقوم في لبنان إلا الدولة التي هي لجميع أبنائها وهم من أبناء لبنان أستاذ أنتوان ولكن فيه انتقادات للتقاطع يلي أنتو توصلتوا لإله مع التيار الوطني الحر وكان فيه سابقة قوية بانتخاب الرئيس ميشيل عون وفرط بسرعة التحالف الذي أقمتموه معه الآن تكررون هذا الأمر وهم ينتقدونكم على ذلك ماذا تقولون؟ هم ينتقدوننا على ذلك هم الذين فرضوا إرادتهم تباعاً وجعلوا اللبنانيين يعيشون الأمرين حتى يقولون في نهاية المطاف افعلوا ما تشاءون لن نقول لهم افعلوا ما تشاءون هذه المرة ولا بأي شكل وأن كان هناك من تقاطع فهو تقاطع ليقول لهم كل اللبنانيين حتى منهم اعتبروهم في حضنهم وتحت مرمى يدهم وتصرفهم يقولون لهم لا نريدكم أن تفرضوا مرشحكم إذا كان يجب أن يتعلموا شيئاً مما يحصل اليوم هو أن كل أوراق التين التي طلطوا خلفها في المرحلة السابقة سقطت اللبنانيون لا يريدون لبنان الذي يبنونه ولا يريدون الدولة لا يريدون الدولة ماذا بعد اليوم شو رح يصير حوار مع البطرق الماروني ماذا سيحصل بعد اليوم برأيكم أنا أريد أن أوجه رسالة أنا أفهم الثناء الشيعي هو لا يفهم لبنان إلا من زاويته وزاويته لا تتكل إلا على التفاهمات الإقليمية والدولية هم الذين أتحفون بمن يتبع السفرات تبين أن كل رجائهم يقوم على ماذا ستفعل فرنسا وعلى ماذا سينتج تفهم السعود الإيراني بينما إرادتنا لبنانية صرف وتتبلور في مجلس النواب إن الرسالة التي سأوجهها إلى الذين يعطلون المجلس ممن لا يحق لهم أن يعطلوا جبت بشر رأيها واضح تريد انتخاب رئيس لا يمكن إن كان هناك ممثل لبعضها لا يمكن له أن يعطل غبطة البطريارك يريد من حارس بكركي أن يكون موجود في الجلسة للانتخاب رئيس لا يمكنه أن يعطل الجلسة كما عطل اليوم والذين فتحوا لهم لبنان ذراعيه منذ 1915 حتى اليوم إنهم يطعنونه اليوم لا نقول لهم من يجب أن ينتخبوا ولكننا نقول لهم لا يحق لهم أن يفردوا إرادة ثنائي على بقية كل اللبنانيين تنتقد من انتخب فرنجية أو من انتخب لبنان الشديد أنتقد من بلحظة مفصلية تاريخية يمكن فيها انتخاب انتاج رئيس ذهب إلى فرض إرادة من يريد رئيساً لا غير لأنهم حتى لندما يتكلمون عن التوافق والحوار منطلق حوارهم هو مرشحون الآن الشعب اللبناني أين بكل هذه الأزمة السياسية التي نحن فيها لا يبدو أننا أمام حلول والشعب اللبناني غارق أكثر فأكثر في الأزمات نرى أن الأفريقاء السياسيين يعني يتختلفون حول الزعامة ولا حلول والشعب اللبناني في مكان آخر أبداً في كل المنطق الذي أعرض لا نختلف حول زعامات ولا مفهوم للسلطة بالمعنى المفهوم السلطوي على الشعب اللبناني أن يتحمل مسؤوليته عندما ينتخب نواباً ليصلحوا الجمهورية مدخل إصلاح الجمهورية هو انتخاب رئيس الجمهورية ما هو لبنان الجديد؟ في مسرحية زيادة الرحباني لبنان الجديد هو فرن لحم بعجين عندما ينتخبون نواباً ويعطونهم ثقتهم فليتفضلوا ويتابعونهم وليضغطوا عليهم لانتخاب رئيس وليعبروا عن ضميرهم أفضل تعبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر